بالتحديد ما الذي جرى صباحا اليوم في الانسراط بداية صلاح بشكل فردي فجر هذا اليوم توجه عدد من العائلات النازحة في وسط القطاع وجنوبه تجاه شارع الرشيد الطريق الساحلي في محاولة منهم للعودة إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع لكن ما إن وصلوا إلى المنطقة التي يقيم فيها جيش الاحتلال منطقة عازلة وبقي فيها لواء واحد يطلق عليه لواء ناحال هو فقط مهمة هذا اللواء منع أن يعود النازحين من وسط القطاع وجنوبه إلى مدينة غزة وشماله قامت المدفعية بإطلاق قنابل دخانية وأطلاق الرصاص في محاولة منها لإرجاع هذا العدد الكبير من السكان الذي حاول العودة كانت هناك أعداد ضخمة وكبيرة جدا من العائلات لكن كل ذلك بقرار فردي لم يكن هناك توجيه لا من فصائل ولا من أي جهة لكن هذا يظهر مدى تعطش هذه العائلات للعودة إلى غزة وشمال القطاع الإسرائيلي لم يسمح لهم بالعودة إلى المناطق الشمالية فعلى أثر ذلك استخدموا شارع الرشيد الواقع في غرب قطاع غزة للمرور والعبور من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية صحيح؟ بالفعل هذا هو المشهد العائلات أخذت ما يمكن أن تأخذ من ملابسها الشخصية وسلكت هذا الطريق الساحلي بشكل كبير جدا عبارة عن نساء وأطفال وشباب لكن ما أنوصلوا بهذه الأعداد الكبيرة فوجئوا بهذا الكم الكبير من القمع من قبل الآليات التي أطلقت بكثافة النار تجاههم هؤلاء المواطنين عدد منهم كبير أصيب برصاص قناصة الجيش وعدد آخر ارتقى شهيد كان هناك خمسة من الشهداء نقلوا إلى مستشفى العودة في النصيرات وأيضا شهيدة نقلت إلى مستشفى الشهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع وللعلم حتى هذه اللحظة العائلات ما زالت تتواجد في شارع صلاح الدين هنا عفوا في شارع الرشيد الطريق الساحلي في محاولة منهم للعودة ووضع الاحتلال تحت أمر الواقع بأن يعودوا لكن حتى هذه اللحظة لم يتمكن أي عائلة من أن تعبر هذا الطريق وأن تجتاز لواء نحال الذي يتواجد بأعداد كبيرة في تلك المنطقة حيث أن الآليات الآن هي تتواجد على طريق شارع الرشيد ومعها عدد من القناصة وتطلق قنابل دخانية ولكن يقال أن في الصباح الباكر من استطاع أن يعبر هذا الشارع شارع الرشيد استطاع أن يصل إلى المناطق الشمالية وذلك قبل عودة جيش الاحتلال إلى نقاط تمركزه في هذا الشارع الساحلي من وصل لم يتجاوز أصابع اليد عدد قليل جدا كانوا قد خرجوا فجرا تمكنوا وبناء عليه كان هناك عدد كبير من السكان حاول أن يجتاز تلك المنطقة والبقاء في مدينة غزة نلاحظ أن السكان لم يأخذوا معهم خيام هم سيعودوا إلى منازل دمرتها إسرائيل وقصفتها بشكل كامل لكن هم متعطشون بشكل كبير للعودة لماذا محمد؟ مع العلم أن المناطق الشمالية الآن تعالي من مجاعة صحيح أن هناك بعض المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى تلك المناطق ولكن بشكل شحيح جدا الواقع في خان يونس وفي رفح وفي وسط القطاع لا يختلف كثيرا عن ما يجري في مدينة غزة وشمالها هؤلاء بعضهم دمرت منازلهم وأبناؤهم ما زالوا تحت ركام هذه المنازل هم يريدون العودة من أجل انتشال جثامين أبنائهم الكثير من العائلات تشتتت وافترقت ولا يعرفون التواصل مع بعضهم البعض بالمطلق على الرغم من أن أكثر من سبعين بالمئة من هؤلاء النازحين دمرت منازلهم بشكل كامل لأنهم يصرون على العودة وإعادة حياتهم الطبيعية إلى ما كانت عليه لكن حتى هذه اللحظة إسرائيل تخضع هذا الملف بالتحديد للتفاوض ما بينها وبين الفصائل الفلسطينية وفي أحيان كثيرة في المرة الأولى اشترطت أن يعود النساء والأطفال فقط وقوبل برفض في المرة الثانية قالت بأنها ستسمح لنحو ستين ألف نازح بعد مرور أسبوعين من التهدية وأيضا قوبل بالرفض هناك تمسك من قبل الفصائل الفلسطينية في ملف التفاوض أن يكون العودة للنازحين بشكل كامل دون أي قيود ودون تحديد لأعمار وغير ذلك وآخر الشروط الإسرائيلية كانت تقول بأنها ستسمح للمدنيين أن يدخلوا دون من يحملون السلاحة وينتمون لفصائل الفلسطينية ذكرت كلمة مهمة محمد وهي القيود يعني هناك من يقول أن إسرائيل سوف تفرض قيودا على من يريد العودة إلى المناطق الشمالية طبيعة هذه القيود التي سوف تفرضها إسرائيل بوابات أمنية مثلا على سبيل المثال بداية هي اشترطت أن يكون هناك من أعمارهم لن تتجاوز الأربعين عام هم الذين أو من تزيد أعمارهم عن الأربعين عام من الرجال أن يتوجهوا إلى الشمال وإلى مدينة غزة واشترطت عودة النساء والأطفال لم تسمح للشباب منهم أعمارهم أقل من الأربعين عام أن يسمح لهم بالعودة لكن كل الخيارات التي وضعتها إسرائيل إلى الآن هي تقابل برفض فصائلي وأيضا برفض جماهيري وشعبي لا تريد أي سيدة أن تذهب مع طفلها وتترك زوجها في خان يونس وفي رفح فلذلك الاحتلال يحاول قدر الاستطاع استغلال هذا الملف ملف عودة النازحين فلذلك أبقى لواء كامل في منطقة ما بعد وادي غزة من أجل أن تمنع وأن تفشل كل محاولات العودة مجددا الآن العدد خمس شهداء إذا استمر الوضع ومحاولات هؤلائها النازحين بشكل فردي العودة ربما نشهد خلال الساعات القادمة ارتفاع في أعداد الشهداء لأن استرالي تعتبر أن هذا الملف هو ورقة رابحة بالنسبة لها